اسم الدرس الخطاف الحكيم في قديم الزمان كان الربيع فتى وسيما يسكن بيتا بعيدا وكان إذا انقض الشتاء يركب عربة من الغيوم تجرها طيور جميلة ويحل بالأرض وبحلوله تنفجر الينابيع والعيون وتنبثق الأعشاب وتخضر أوراق الأشجار وتتفتح الزهور وكان أنزار هذا الفتى كل ممالك الأرض وبمروره تدب الحياة في حقولها الميتة ومراعيها المغفرة لكن هناك مملكة في أقصى الأرض لم يهتدي إليها الفتى فظلت قاحلة لا تنبت فيها إلا زهور قليلة ولا تنشد فيها إلا طيور معدودة ذات يوم تجمعت هذه الطيور والزهور وعزمت على الرحيل إلى الممالك المجاورة لقد ملت الانتظار ويئست من قدوم الفتى لكن خطافا عجوزا استوقفها وسألها مستنكرا أترحلين أيها الطيور والزهور من موطنك؟ قالت ماذا نفعل؟ لقد تأخر الربيع وسئمنا الانتظار ولكنه حتما سيأتي لا تيأسوا قالت متى يكون ذلك؟ فكر الخطاف قليلا ثم غاب وعاد بفراش بدأ يهمس إليه بكلام قبل أن يأذن له بالانطلاق حوم لحظات ثم طار بعيدا دخل الفراش بعد رحلة طويلة إلى المملكة المجاورة فوجد الفتى الوسيم نائما تحت شجرة لوز مزهرة حط على يده ففتح الفتى عينيه وهمس آه ما أجمل هذا الفراش حرك الفتى أصابعه خلصة وحاول القبض عليه لكن الفراش طار من يده وحط على بعد خطوة منه وقف الفتى وتقدم نحوه فإذا بالفراش يهرب ويحط على بعد خطوات منه أسرع الفتى الوسيم ثم عاد لكن الفراش ظل ممعنا في الهرب فقال الفتى لن أتركه يفر من يدي وظل يعد خلف الفراش ساعات وساعات حتى دخل المملكة القاحلة وبدخوله انفجرت ينابيع الماء وانبثقت الأعشاب وتفتحت الزهور عندها التفتت الطيور والزهور إلى بعضها وقالت هيا للخطاف الحكيم أكتشف أولا أقرأ النص وأبين السبب الذي جعل الطيور والزهور تقرر الرحيل الإجابة قررت الطيور والزهور تقرر الرحيل لأنها ملت الانتظار ويئست قدوم الفتى الوسيم ثانيا من جعل الطيور والزهور تعدل عن الرحيل الإجابة الخطاف العجوز هو الذي جعل الطيور والزهور تعدل عن الرحيل ثالثا ماذا فعل الفراش؟ هل نجح في مهمته؟ الإجابة ذهب الفراش يبحث عن الفتى الوسيم وأطبق عليه حيلته ليعود به من جديد إلى المملكة القاحلة وقد نجح في مهمته رابعا أرتب الأحداث الآتية حسب تعاقبها وأكون بها فقرة قدوم الفتى الوسيم ذهور الخطاف العجوز اتخاذ قرار الرحيل البحث عن الفتى الوسيم أتخاذ قرار الرحيل ذهور الخطاف العجوز البحث عن الفتى الوسيم قدوم الفتى الوسيم الفقرة في قديم الزمان في قديم الزمان كان هناك مملكة قاحلة يسكنها جمع من الطيور والزهور طال بها الزمان وأنهكها حقولها ميتة مراعيها مغفرة لا ينابيع ولا عيون تجري مل أهلها الانتظار وسئموا قدوم الفتى الوسيم فاتخذوا ذات يوم قرار الرحيل عن تلك الأراضي اليابسة والذهاب بعيدا وما إن هموا بالرحيل إلا وأقبل عليهم خطافا عجوزا له من الحكمة ما يبدد اليأس ويبعث الأمل في النفوس ومن عليهم بحيلة فقد أرسل فراشا لذلك الفتى الوسيم أخذ يغريه بحسن جماله حتى أدخله المملكة القاحلة فانفجرت الينابيع بقدومه وانبثقت الأعشاب وتفتحت الزهور من جديد وتعالت صيحات الزهور والطيور عاليا معلنة الفرح والإعجاب بالخطاف أوظف قواعد اللغة سادسا أقرأ الفكرة الأولى من النص وأنقل الجدول الآتي ثم أعمره بمركبات مركب جر مركب إضافي مركب نعتي مركب عطف الإجابة مركب جر في قديم الزمان من الغيوم مركب إضافي أوراق الأشجار مركب نعتي فتا وسيما طيور جميلة بيتا بعيدا مركب عطف الطيور والزهور الينابيع والعيون سابعا أغني النص بمركبات جر وإضافة وعطف وبمركبات نعتية حرك الفتى أصابعه خلزة وحاول القبض عليه لكن الفراش طار من يديه الإجابة حرك الفتى الوسيم مركب نعتي أصابعه الناعمة والرقيقة مركب عطفي خلزة وحاول القبض عليه لكن فراش الحقول مركب إضافي طار من يديه بعيدا إلى المملكة مركب جر ثامنا أقرأ ما يأتي ثم أجعل الخطاف يتحدث عن نفسه وأغير ما يجب تغييره فكر الخطاف قليلا ثم غاب وعاد بفريره فراش بدأ يهمس إليه بكلام قبل أن يأذن له بالانطلاق الإجابة فكرت قليلا ثم غبت وعدت بفراش بدأت أهمس إليه بكلام قبل أن آذن له بالانطلاق أنتج كتابيا تاسعا أحدد الأعمال التي قام بها كل من الفراش والفتى الوسيم في الفكرتين الأخيرتين الإجابة الإجابة الأعمال التي قام بها الفتى حرك أصابعه وقف وتقدم نحو الفراش أسرع وعد خلف الفراش دخل المملكة القاحلة الهروب من الفتى الوسيم محاولة استدراج الفتى الوسيم إلى أراضي المملكة القاحلة عاشرا رأى طفل عصفورا يتعلم الطيران فظل يلاحقه ناسيا سبب خروجه من المنزل أنتج نصا أسرد فيه الأعمال التي قام بها الطفل وأبين ما آل إليه الأمر في النهاية الإجابة ذات مساء وبينما كان أحمد في طريقه إلى الدار لمح فرخا صغيرا على قارعة الطريق يرفرف بجناحيه محاولا الطيران فكان يطير حينا ويحط حينا آخر أعجب الطفل الصغير بجمال ريشه الناعم فأخذ يطارده محاولا الإمساك به لكن دون جدوى وبعد وقت غير قصير انتبه أحمد إلى أنه ابتعد كثيرا عن المنزل ولم يعرف طريق العودة إلى البيت فاضطرب وشعر بالخوف الشديد خاصة وأن الظلام بدأ يلف المدينة برداء قاتم ماذا سيفعل الآن؟ لابد أن والديه يبحثان عنه أحس بالندم الشديد وعلم حينها لماذا كانت أمه توصيه دائما بعدم الابتعاد عن البيت أتركه نيهة ثم قفل راجعا من حيث أتى عله يهتدي إلى منزله أو يجد من يدله عليه وبينما هو على تلك الحال إذ بسيارة تقف قربه وصوت يناديه هيا يا أحمد نعود إلى البيت أمك تتحرك شوقا لرؤيتك حمدا لله على سلامتك التفت فإذا والده قد لحق به باحثا عنه فارتم بين أحضانه وغرورقت عيناه بالدموع عفوك يا أبي لن أكررها ثانية ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة